هذه الحالة ما المتوقع؟ هل هي هوجة وهتخلص؟ سيما بيقولوا ولا إحنا خلاص إحنا حددنا أهدفنا وحطينا إيدينا على المشكلات التي يعني كانت عامل معيق للتقدم في يعني مسألة توطين الصناعة الآن إحنا شايفين لغة جديدة وشايفين أنه خلاص حطينا إيدينا على مكامن المرض وشخصناها هل العلاج هياخد فترة؟ هل المسألة هيبقى فيها استدامة؟ يعني نقطة مهمة جدا بل وربما تكون نقطة يعني أخشى أن أقول أن المصريين بلاش أقول الدولة المصرية لكن المصريين عندهم طابع النسيان السريع وأن هذا الاهتمام المكثف اللي إحنا بنقول عليه النهاردة في الاقتصاد وفي الصناعة وفي التوطين وفي معالجة الأزمات وتحيير سعر الصرف أخشى ما أخشى أن تدهمنا أحداث أخرى فإذا بهذا الإسبوع يتحول إلى ذكرى من دون أن يترجم إلى أليات حقيقية أو إن ترجم حتى نكون أكثر واقعية إن ترجم ليس على الوجه المأمون وده حداك مخاوف بالطبع من إنه ما جرى قوة الدفع قوة الدفع تخفض تخفض أحتاج مزيد من الشفافية ومزيد من فتح الملفات المسكوت عنها من أجل ضمانة أن يوجد دفع لهذا الأمر قبل الفاصل وفي فترة الاستراحة لفت انتباهي وده أمر أنا بقنادي بيه منذ فترة طويلة وهو أن الترهل الجهاز الإداري حتى نكون أكثر دقة ترجمة عند المترهل هو التشريعات عندنا غابة من التشريعات التي تقيد أي موظف لو جبت موظف ألماني أو موظف ياباني أو موظف أمريكي مكان الموظف المصري يعني نفس العمل ووجد نفسه أنه يطبق التشريعات واللوائح التي هي أمامه سنجد الأداء لن يختلف كثيرا عن الموظف المصري هل هذا أهم منخشاه وأخطر منخشاه بالضبط أنا شاعر بكده دكتور عمر أنا شاعر أن إحنا على قد من رئيس الدولة كي يعبر هذه التعقيدات بيعطي على الهواء مباشرة ميزة للاستثمار متمثلة في الرخصة الزهبية وغيرها لإدراكه بأننا هذه المساحة أصبحت معقدة ومعرقلة لمشروع البناء اللي النهاردة مشروع البناء مش رفاهية مشروع البناء بيتم البناء تحت النار تحت تحدي من الأزمة الدولية الطاحنة اللي أطاحت بحكومات في الغرب واللي مسببة أزمات عميقة في دول كانت تتسم بالرفاهية الرئيس الفرنسي ويف قال لهم ودعوا عهد الرفاهية إحنا داخلين على أيام صعبة وأيام معقدة أخشى أن إحنا ما نفتحش بقية الملفات نحتاجين نفتح ملف التشريعات واللوائح التنفيذية وننقل هذا الأمر ونحدث ثورة حقيقية ثورة تشريعية ثورة تشريعية حقيقية ونواجه أنفسنا بألا تكون هذه النصوص هي نصوص مقدسة وكأن الدولة كلها مسخرة برئاستها وموظفيها وبقطاعها القاس وبالصناعة من أجل أن نعبد نصوص ما أنزر الله بها من سلطان مش موجودة في أي حتة في الدولة لو عندنا مبادرة زي إبدأ بتحاول أنها تخش عشان تعمل مسارات غير تقليدية يبقى المفترض أننا أعمل لها التشريعات التي تجعل من إبدأ بعد عام وصلت لهذه المرحلة بعد عام آخر بعد عامين من إبدأ يبقى بتشتغل مش بس على 64 مشروع يبقى عندها 164 مشروع موجودة على الأرض يبقى استجلبة كل الخبرات الأجنبية اللي من الممكن أنها تنطلق بي للأمام يبقى أنا فعلا قدرت أن أنا أواجه التراهل الإداري بأن أنا عملت له المناخ المناسب والمناخ الجيد وابتديت أعمل السباط أخشى أيضا ما أخشى ودي هختم بيها مسألة توطيم الصناعة وسد العجز أو الضغط أو تخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية ألا نغفل الهدف الأسمى اللي هو الحقيقة حواليه هدف كتير جدا اللي هو 100 مليار دولار تصدير أن يكون الصناعة بتاعتي صناعة موجهة للتصدير للتصدير دي يعني بحجز مكان وسمع دولية يبقى بنق للتكنولوجيا يبقى أنا قادر أن أنا نافس أن أنا أخلق فرص من الأزمة العالمية دي بأن أنا أكتذب زي ما حضرتك ذكرت من دقايق أكتذب الاستثمارات اللي بتعاني برا أن أنا أقدر أجيبها موجودة عندي كلام ده عايز مناخ مناخ صحي وأن أنا أهدف وصوله 100 مليار دوت أن أنا ننفذه بأسرع ما يكون الوقت لن ينتظر أحد